اهلا بكم في خلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد في سلسلة حلقات كل يوم معلومة جديدة عن برج والنهاردة هنتكلم عن برج قيادي برج واثق في نفسه برج ترابي وهو برج الطور هنتكلم عن حاجة معينة متعملهاش مع برج الطور لو انت معجب بيه عايز تشده اقول حاجتين كل مرة لانش عايز الفيديو ستكون طويب لو انت مهتم بحاجة من برج الطور وعايز تجذبه وعايز تشده ليك ما تكونش شخص متسرع ما تكونش شخص سريع بالعكس خليك شخص بطيق متقني خد وقتك ان انت تعرفه وتخليه هو كمان يعرفك كويس يعني الطور مش هرتبط باي حد ان هو بري بيك ان هو تختار حده معين هو بريفكشنست زيه زي العزراء فدايما هو شخص بطيق عايز الشخص اللي قدام يكون بنفس درجة بطء حتى لو اسرع شوية او ابطأ شوية مفيش مشكلة بس ما يحسش ان انت اسرع منه وابهال ان هو مش قادر يحصره كمان لو انت مهتم ببرج التور اياك وتجذب قدام او ترفه وتدور برج التور من الابراج اللي عندهم حاس صادسة قوي جدا عنده جهاز كشف تكذب ان هو محلل بارع جدا جدا فلو انت عايز حاجة من برج التور او حصل معاك مشكلة او حصل معاك موقف لازم تعمل حاجة واحدة بس ان انت تكون straight forward وتكون صريح بلاش اللف والداران بلاش العتاب بلاش الكلام الكتير مع برج التور يعني هاتمن الاخر لان هو هيحترمك اما لو انت كذبت عليه وقعت تلف والدور وتعمل سنانكس كده هو هيبقى حطك في خانة اللي انت مش شخص يعني مش ما ينفعش ياسق فيه لو عايز تكذب برج التور لازم فيه صفاتين توفرهم له الامان والحماية هو بيعاشق للسيكوريتي بيحب العلاقات طويلة المدى بيحب ان هو لما يتعرف يعني على حد يكون شايف ان الشخص ده ليه مستقبل معاه فبالتالي مع برج التور ركز جدا جدا في النقطة اللي انا قلت لك عليها دي يا جماعة عشان النقطة دي مهمة جدا جدا طيب برضو من اللقطة اللي انة لو عايز برج التور ان هو يقع في غرامك ويقع في حبك حسسو ان انت شخص تمنح ان انت شخص ناجح هو شخص تمنح جدا وناجح في يحب الناس ناجحة التي عندهم بتتريبه كمال لو عايز تخلي برج التور يقع في غرامك اهتمه في جسمك برج التور من الأبراج اللي بيهتمه بمظاهر بيهتمه ام الشيء الخارجية بيهتمه ام الشيء بل بالجسم Yani فاهتم بلبسك اهتم بشكلك اهتم بجسمك vaah Áh picks origins هو بيحب الجمال وبيكتفت للناس الحلوة فاهتمب جسمك اهتمب برياضة بتاعتك اهتمب اكلك اتعرف على ناس جديدة خليك شخص اجتماعي ما تكونش شخص كئيب اطلاقا بس دي اسرار مهمة جدا سريعة جدا جدا في برنانج او مجموعة حلقات كل يوم معلومة عن برج احذر برج الطول من الابراج التقيلة مش السهل ان هو يوقف في الحب ولا السهل ان هو يعترف بمشاعره بالعكس هو دايما بيخذ بمشاعره فهبقى هيبقى بتعامل مع الناس بطريقة صعبة يعني برج الطول مش برج السهلة و برج صعبة على فكرة بحبوكو اولولي الكلام ده مظبوط ولا لا اولولي تتابعوني من فين وانتو برج ايه وكمان ما تنسوش تتابعوني على الساشر ميديا على الانستجرام وعا الفيسبوك اولولي انتو كطور او الناس مرتبطة برج الطول او الناس مهتمة برج الطول انتو بتشوفوا ان ايه اكتر حاجة بتشد برج الطول برج هارت يا برج الطول اتعرفين طبعا من انتم الابراج المميزة جدا الى قلبي والابراج اللي بحبها جدا وقريبة و اي لوف توريس يا جماعة شكرا بيبوا اعملوا شعر كتير كتير احد بيحب برج الطول او احد من برج الطول محتاج اسمع كلام ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة